بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوية جيدة في شوية أم شانس كنتمنى تكونوا في أحسن حال جوما تشاهدوا على فيديو اليوم عواشر مبروكة إن شاء الله بقع ما كنتمنوا واليوم إن شاء الله غنحضر معكم وتحت طلبكم من معسلات رمضان إن شاء الله غنعمل معكم هاد المحينشات الرائعين أو هاد ميني محينشات لي كيجيو خطيرين في الماضاق ديالهم قول يا أم شانس كترتين من الخطير رهنا كنت نحضر على الخطير من الماضاق يعني شي حاجة واعرة وتحمر لي كل وجه فهادو بدون لوز ولكن اللي ضاقهم كيحلف أنهم لوزوا مرة ما فيهم حتى شي ضررت اللوز فبلا منطوع لكم مرون المكونات وطريقة تحضير فعندي هنا 500 جرام ديال الكوكاو اللي كيكون رومي أو للحبات الكبار وعندي 150 جرام ديال السكر سانيدة أو لا سكر حبيبات بالنسبة لهاد الكوكاو فهاد جوج المكونات غادي ندوزها باش نطحنهم تماما كي ندروا العقدات ديال اللوز هادي ناخد شوية كوكاو دائما مع شوية سانيدة وأنا كنتحن حتى كنكمل كيميا كاملة وكنتحصل على العقدة بالنسبة لطريقة كوكاو فكناخدوه وكنغسله مزيان بالماء بارد كانعملو كانعملو هاكا في في الماء يكون بارد وكنضيف عليه دوائر ديال الحاماض مع شوية ديال روح الظهر أو روح اللوز وكنخليه فوق النار مع الماء حتى كي بدي يبليه أنا وبدأ كي يدير واحد الكشكوشة هاديك يلي كتكون فيها نقسمة ديال كوكاو مجهده صافي كي يغلى واحد جوجه حتى ثلاثة الغليات وكنحيدو كنصفيه وكنديرو في زيف او لا في منديل هكا في شيئيناء او لا في بلاتو وكنخليه نشوف تماما بحل كي ندير اللوز وليبغت الطريقة بالتفاصيل رالي كانت عملتها معاكم ولاحط لكم رابط ديالها تحت الفيديو بهذا الطريقة كي بقى العقدات ديال هادي كوكاو وشوفوا معايا كتكون بيضة اللي شافها كي يقول اللوز والمضاق ديال هرا تاماما اللوز وخاء انها عقداتي الكوكاو هتجي بنينه بلا قياس وما كي يجيش ابدا في هالبنت الكوكاو صافي كناخد هذيك الخمسميةة جرام ديال الكوكاو اللي تحنت معه السكرساني اذا انا هنا بعد ما تحنتهم را ما اخدمتش فيهم في نفس اللوقيته فخليتهم هكا باتو ليلا كشيش بليكم شوية نشوف ماشي مشكل لابد تخدموه بليه بنفس اللوقيته را ممكن تاخد يعني تخدمو بليه في نفس في نفس النهار صافي عندنا ناخد هنا شوية ديال القرفة ما تكتروهاش يعني غي شوية القرفة كنضيف شوية ديال نكهات البرتوقال مع شوية ديال مسيكا حرة فبهاد الطريقة اللي اغنوريكم هادي بدي يجيكم ديال العقدات اللوز خاطيرة او لا العقدة حفاند كوكاو خاطيرة بززاف كدير قبيصات الملحة كي مشتو معي وكنزيد هنا واحد المعلقة كبيرة ديال المربت المشماش كي يبقى لكم ها الاختيار ممكن تعوضوها بالنباش لما هكا ما بغاش تعمل المربة وممكن تعوضيها بالنباش صافي وكن بدان ندلك هاديك العقدة وانا كنضيف في الزبدة بالنسبة للزبدة هنا عندي خمسين جرام ديال الزبدة اللي كان دوبوها عاد كان عبرو خمسين جرام ومنين تدوبوها فخليوها تغلى واحد شوية ماشي تتحول نوازيت يعني ما تتحمرش غير هو باش نصفيه من هاتك الحليب فما تعملوهاش بالحليب ديالها باش ما كيتغيرش لكم الماضاق ديال العقدة من بعد وخدتكون عندكم موضة طويلة فهذا 500 جرام ديال الكوكو لكتخرج كمية ما شاء الله ديال ديال اه اللي بتعملوه مثلا بريوات او هاد المحين شاد صافي هنا مبعد ما كان ديك الزبدة مع الكوكو كان بدان نضيف مازهر وانا كان دلك في العقدة مزيان فدلك وهم زيان باش دلك العقدة وهو اللي كيخليها انها تتعلق وكا نقول لكم دائما اللي خافت ان العقدة دياله خاد كوكو ورا ما كيتلق لازيت لوالو مثال اذا بغيتو تعملو اللوز راه ممكن انكم تعملو الماء ديال الزر يكون سخون باش هكا كيتدلكوها دغية كتدلك دغية وما كتخرش لكم الزيت انا هنا راني استعملت نص كاس ديال المظهر علاش لانا خليت كيما قلت لكم العقدة باتت فخليتها ما استعملتها شنوها انتم مره غادي تحتاجوا ليسا تعملت العقدة في نفس لوقت يعني يالله تحملوها بقى سخونة غا تحتاجوا من ثلاثة اربعات المعلقات يعني واحد ثلاثة المعلقات ديال المظهر وما اللي كان استعمل دائما اما يلافت العقدة كتان شفات يعني جبتها مثلا ولا تحملتها ولا تحملتها في شبل وشبتها ولا قتان شفات مظهر هكا بالزيد باش كتديد ما زال تعلق صافي هنا كما اشتر راني بقيت كنضيف حتى كملت ذاك نص كاس ديال المظهر وراني ذكرت لكم يعني لما كان عودها إلا كانت عندكم العقدة بقى جديدة ما غاديش تحتاجي نص كاس كامل ولا غادي تجرى لك صافي هنا كما اشتروا كان بقى ندلكها وفي نفس الوقت كانشكل هكا حريبلات وكانشوفهم واش ما كيتشققوش حيتي لا إذا عملتي العقدة ودرتها هكا طويتها في الحريبل وما تشققتش كتعرفي صافي راه العقدات ديالك واش دع مباشرة هنا كان أخذها وكان بدأ نشكل منها حريبلات اللي كيكونوا رقاقين تقريبا تقريبا واحدة عشرة سنتيم اللي فيهم أو الأقل يعني ما كان عملهم شكت طوال لأن هاد هاد المحينشات بغيتهم مين محينشاتها ماشي محينشات صغار هادو صغر من المحينشات الصغار صراح هادو كيعجبوني بزاف لأن هم كيجيوا محدقين كيجيوا وراقين وفي نفس الوقت اللي يخدم حينشة كيكملها لأنا كان عرفوا المعسلات وخاصة اللي في هالوز ولا كذا ولا كاوكا ولا بزاف الناس ما كيقدروش على هادوك الحلوة اللي فيهم فبهذا الطريقة هادو فما كي نشي محينشة ترجعليك مع ضوضاء ولا أبدا وحتى الناس يعني كيكونوا هادو مطلوبين بزاف هاد المين محينشات وخاكي يكونوا صراحة فيهم الخدمة فيهم العدب لأن حاجة صغيرة ورارا كتباي شوية تتبغي هي كتباي المقادر لكن كتبغي بزاف الخاطر ولكن الحاجة كما كنقول لكم هي كتخرج من القلب راقع الناس كيحبوها وكتعجبهم غيره وانا واحدة ناصحة بغيت نقولها لكم الله يجزيكم بخير بنات اللي كيديرو لي كوموند فراه كنقوله صفي تشرب عشنا هي صفي تشرب هي أنك عملتي كوكو را الناس را ماشي را كينا منقولوا حنا هذيك الناس مثلا قدرت ليهم هذيك كوكو ما عرفوش مساكن ولا راك را الله كاين را الله تشوفك را الله تشوف أعمال ديالنا را يعني الحاجة تكون ديال هذي كوكو هذي لوز هذي رابنك هذ كده هذي هذا فراه هذي الحويجات احنا كنديروهم ماشي باش كنبينو الغش ولا الناس باش يغشوا لا أبدا أعودوا بالله كان عملوا هذي شي باش الناس منها استيعرفوا الحاجرة كين كوكو كين كده ومنها حتى اللي الله يحصل اللعوان ما قادرش أنه يعمل مثلا ديال لوز كيعمل ديال كوكو كين اللي كيفضل هذي ديال كوكو على ديال لوز فهذا علاش ماشي يزعم مع شي حاجة أخرى فهنا كما اجعلوا الموضوع ديالنا وسمحوا لي على هذا الخرجاء اللي خرجت على الوصفة فهنا كما اجتوا معايا خديت الورقة ديال بسطيلة قطعتها ولكن كما قلت لكم لان انا بغيتهم ميني ما قطعتش الورقة على ربعة ماشي الاربع لا قطعت كل الاربع قطعتوا على جوج باش اعطاني ميني محين شات طريقتهم عفون ديال الطيسة هلا بززف دائما كنا احت حدية بيض بيضة هداك بيض بيضة راح ما تنطربوش كنخليه صاين يعني كنخليه صاين باش ما ننزلش منه كيميا كبيرة والطريقة هي هذي كناخد هذيك المثلات ديال الورقة ودائما بلاصة الحرشة اللي من الفوق ندهنوه دائما بزيت نباتي اللي كانت هك الورقة نشفة وكان نجيب هكذاك الحريبي اللي كان نحطه وكان ندور عليه الورقة على هات الشكل مزيان كاملة ندير في ذاك الطرف ضياد البيض وممكن تعملو اللي كيبغي الطحين ممكن يعملو بحال هات الشكل وكان ضغط على بيدي شوفوا معاييره كان ضغطة تولي واقفة ما كتبقاش مدورة بهات الطريقة مني كتدورها ما كتترطق صافي وكانت ندورها هكا ودائما الحافة تكون ما فيهاش الحشوه باش كنديرو فيها شوية بيض البيض كنلصقها بكل سهولة وكان دانشدها مع اختها انتوما وحدة كتشد الاخرى بحال هكا حتى كنكملهم وكينشفوا بهذا الطريقة باش ما كيتحلوش لينا من بعد داك بيض البيض عفوان راكي يخلي الورقة كتموت على اختها ما كتحلش ابدا ابدا حتى لا بغتو تقليوهم انا دراع ما غاديش نقليوهم يعني غادي يكونوا حتى اقتصادي شوية انا ما قلناهمش في الزيت فاشوفوا معايا كناخد داك لموت اللاز كنحط هكا حريبيل ودائك الحريبيل ديال العقدا يكون رقيق فا ما تعملوه شغلات سوف نبدأ هكا ندور عليها ديال الورقة ونجمعها من الاخير بايض البيض وكما كنت تكون داك بايض البيض ونضغط مزيان نضغط عليها مزيان اعاد ديال البلاسة اللي سدينا فيها الورقة كتكون ملتحت كي نقول داك السرود ديال الورقة كي يكون ملتحت وكنجمعها هكا لحافة ما كتكونش فيها الحشوة كان ديال شوية بايض البيض وتنسدها بحال هاتي الشكل صافي وكان حطا تاني حدا اختها ولقد تعتو الورقة بنفس الطريقة والحشوة عملتو حريبيل اللي كي يكونوا قد قد وحتى اللي كانت اول مرة تعمل حريبيل الحلاب اللي ممكن تاخدها كواحدة الكويرة من الحشوة تعبريها حت عمني بها حريبيل را كي يجيكم هاد الميني محين شاد كي يجيكم من اول محين شا حتى الاخر المحين شا في نفس القياس ممكن تجيشو حدا غليضة وحدا رقيقة دائما كما شدتو مثلا حط الحشوة وكنزول القياس كنزول حت شوية من الجوانيب عاد كنزول عليها الورقة هاد الورقة هادين انا ما زولت منها لحواف لوالو خليتها كيف ما هي اخدمت بها طافي وكنستمرو على نفس الشكل حتى كنكمل كميالي عندي كاملة ديال هاد ديال هاد الميني محين شاد وصراحة را كي يجيوا رائعين را الليدقهم كي يحمق عليهم وخزع ما يعني ما فيه ومش اللوز ولا كي لبنة ديالنكها ديال البرتوقال وهنا را إلا ما بغتوش تستعملوا مثلا انك هاد البرتوقال را ممكن تستعملوا قشور ديال البرتوقال وديروا شوية وحد المعلقة ديال عاصر البرتوقال را كي يجو خاطيرين يعني سي حاجة اللي واعرة بززاف أنا صراحة نهار فش صورتها را كان باقي الحال يعني باقي ما كينش الليمون او البرتوقال المهم انتوما كيتمشاو على حسب اللي اللي عندكم او للموصين فاش كينين انتوما وحتالي ما بغاش الليمون قاع ما يعملوش را ممكن تعملو اذاك المربا ولا اذاك الناباش وكتخدمو بيه اللي بغاوا يعملهم مثلا بالنكهة ديال لوز داماما انا راح يتفاش غليت الكوكا غليتو في النكهة اللوز مع شوية نكهة الروح دي الزهر اللي بغا يعمل نكهة اللوز ممكن يعملها في العقدة يدلكها بوحت شوية ديالنكهات اللوز يبقى لكم اختيارنا هنا غيب يتنبدل شوية وحتى الماضاق اللي مطلوب يعني بغا الماضاق اللي مطلوب بغاوا النكهة كتكون فيه ديال البرتوقال فصلاف احنا كنتمشوا كما يكتلكم على حسب المطلوب وهذا وحتى اللوز را ما تنسوش هتا مثلا بغاوتوا تعملو العقدات اللوز را تهوتي اللي تماشى بزاف بزاف مع النكهات ديال البرتوقال غي ما تكتروهاش وحاجة خرارة كينة دابة واحد النكهة اللي حارة ماشي زع ما حارة يعني مارة شي شوية مني كيكون واحد لاغية قود ديالها مار ما زويناش والتلون ديالها ما زوينش انا كنت خديتها والحمد لله يعني بل ياللون ديالها ما زوينش وخديتها وضقتها ولقيت ان ما ضاقها ما تيد يعني ما يمكنش ما يمكنش يدوز فاصلقها صاحة كنتهير ما بقيش صراحة رجعت انا ما كان نحملش هذه نرجع بدان تقبح مع الانسان وانسان ما بقيش تتقدم عنده فاش كي اعطاك حاجة ما هيش كما اشتوا معايا كناخد هدوك المحينشات مبعد ما كنكملهم كاملين كنستفون في صفحة فرن كندهنهم مزيان بالزيت بالزيت نباتي كندهنهم ملاق يعني مزيان مزيان كندخلهم فراني كيكون على ميتين دراجة ميتين دراجة كنكون سخنتو كندخلهم كنقص المية وثمانين فوق وتسحت حتى كي يبانوني يشوفو معايا كي يبانوني ميكان هزدك المحينشة كيتباليا انها مقرمشة وصفيرة من التحت فمتسنهم مش انهم يتحمروا انهم غاديتتحرقوا كي كنقول لكم دائما بحال فران بحلق لي متسنياش تحمر لانها غليك العقدة غاديتتحرق فاسكر الداخل سوف نحضرهم كاكول ونضعهم في العسل بالنسبة للعسل نراه دافي ماشي سخون وماشي بارد كان دفيه واحد شوية يعني فاتر غادي البرودة وكان حط هدوك في هدوك المحينشات وكما كنتشوفو الطيابة المحينشة كان ضغطو على عمل داخل في ذيك الدورة اللولانية ذيك الدورة ذيك الحلزو الدخلاني هو اللي كان ورقو عليه لبن الى بالنها هذا التقرمش راها طابط حي جنب راوما اللولين كاي طيبوا صافي وكن ديروا ماكا في العسل شوفوا العسل ديالي را وخا دافي را باقي تقيل يعني را كندرنا مثلا بارد را ما هما أصلا سخان سخونية الفران مشي يد يلق لي اضغيك يبردوا يعني ما عديش يعني تعسلو مزيان صافينا أنا عادي نخليهم في عد العسلي باتو في ليلة كاملة حتى كيشربوا لي العسل مزيان كيجيوا من ذاك الشرفع هاديك الساعة كنعزهم كيف مولفتوا معي بجميع المقليات اولاد الموع السالات كناخدهم وكن نصب هاد الخليط هاتولة كنكوبوك كامل في واحد شبيكة وكنخليهم يسقطوا على خطرهم حتى كيزول يزول منهم ذاك العسل اللي كيكون فائض فيهم ولا كتير وكن قدموهم تاوما بصحة وراحة كيجيوا ولا أروع ممكن أنكم تزينوهم من الفوق غير وما ما تزينوهم ش بكوكو من الفوق لأن العقلات دي لهم تكوكو كتبقى رائع مصايبة مزيان على حق وطريقة ولكن هادك اللي كيكون محمر من الفوق ولي كيغير مضاق ديانهم فمن الأحسن تزينوهم بلوز إفلي ولا لوز اللي كتفضلو تزينو به تفادو الكوكو في الزين خاصة اللي بغيتو مثلا أنكم تحتفضو بهم طريقة الاحتفاظ دائما كنوصيكم عملوهم في بواطات او لا في بلاستيكات خاصة بالمجمد كل قياس على حدة القياس اللي يجبتي يخدمي به او لا يتستالك عدك ساعة يتعاودي تجيبدي قياس أخر يبقى وعاك على طول عمك يتغيرو ما كينشفو موالو وقت ما مثلا بغيتو تزينغي بساطة تلقيهم مواجدين عندك في الكونجلاتور ديالك وصراحة راه طريقة زوينة وهاد مني محين شاد راه كل شي كي يحمق عليهم وخا بالكوكو والناس في راسهم أنهم بالكوكو راه كي يجوك يحمقوا فكانت من أنكم حتى أنتم ما تجربوهم وتستمتعوا باللدة ديالهم لي كي تجي رائعة بزاف لديدة وانا انا حاولت هاد المعسلة ديال هاد العام الحمد لله انني ما نعمله ومش ليكم كاملين بحشوة كل حاجة تكون محشوة باش تكون هكذا المائدة ديالكم منوعة هاد كوكو محمار هاد كوكو بنكهات البرتقال هاد الوز هذا باش تكونوا ان شاء الله متميزين بإذن الله والله يدخل علينا وعليكم هات الشهر الكريم بكل المتمانيات الجميلة وما بقاليها إلا نقول لكم ما تبخلوش عليها متجاعات ديالكم وشكرا لكم على حسن المتابعة وعلى تعالقكم الله لا يخطيكم وبرتجيوا الفيديو فضلا منكم وليس أمر مع الأصدقاء العائلة وموقعكم توصية بيشوص العدد كبير من الناس لايكاتكم وتعليقكم ولكتحفزنا أكيد تنزيل فيديوهات جديدة وقليلا نقول لكم إلى وصفة مقبلة بإذن الله مع هذه التعليق الرائعة كانت معكم أم شمس وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب ٢٠٠ٓ٠ٓٓ٤ ٢٠٠٠ٓٓٓ